علل تسمى العدسة المحدبة بالعدسة اللامة نبص كده على الصورة هنلاقي الآشعة سقطت عليها كلها متوازية وجات بعد كده انقصرت في الاتجاه التاني واتجمعت كلها في نقطة واحدة يبقى معنى كده انها قدرت تجمع الآشعة بس المرة دي هقول كلمة ايه بقى؟ المنكسرة غيرت الكلمة اللي انا قلتها في الدرس اللي فيه احنا هناك كنا بنقول المنعكسة يبقى هنا لانها تجمع الآشعة الضوئية المتوازية الساقطة بعد انكسرها تسمى العدسة المقعرة بالعدسة المفرقة نبص على الصورة برضو اه دي عندي آشعة سقطت عليها متوازية وبعد ما انكسرت في الاتجاه التاني كل شعاع راح في اتجاه لوحده مختلف خالص عن الاتجاه السكوت اتفرقوا يبقى معنى كده ان العدسة المقعرة لانها تفرق الآشعة الضوئية المتوازية الساقطة بعد انكسرها يبقى دي لما ودي مفرقة عندي تعريفات برضو خاصة بالعدسات زي التعريفات اللي احنا خدناها في المرايا المرايا خدنا تعريف لمركز التقور انا عندي كمان هنا مركز تقور طيب تعالوا نشوف التعريف بتاعي مركز الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزءا منها ده ايه ده؟ ده هو نفس التعريف المرايا بالزبط بس هنا قلت ايه؟ مركز الكرة التي يعتبر وجه العدسة هناك كنت بقول وجه المرآة يبقى نفس التعريفات بس اختلافات بسيطة قوي ايه دي هنا دي رسمة لعدسة محدبة ودي رسمة لعدسة مقعرة لو بصيت على الرسمتين علشان العدسة لها وجهين فهتلاقي ان العدسة الوحدة سواء مقعرة او محدبة كل واحدة لها وجهين تقور فكل واحدة لها زي كرتين كده مع بعض فليها مركزين يبقى انا عندي اختلاف عن المرايا ان العدسات لها مركزين اتنين ليه؟ لان لها وجهين تقور سواء المحدبة سواء المقعرة يبقى هو عبارة عن مركز الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزءا منها نص كتر التقور نفس الفكرة كان عندي نص كتر تقور في المرآة طب هنا هيبقى عبارة عن نص كتر الكرة التي يعتبر وجه العدسة غيرت كلمة مرآة وحطت عدسة اهو نفس الرسمة ايه دي العدسة المحدبة والمقعرة هنا عندي نق اهي من هنا لهنا اهي وعندي نقق اهي تمام؟ يبقى اهي عبارة عن نصف قطر الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزءا منها عندي بعد كده المحور الاصلي وقلنا كلمة محور يعني خطه مستقيم كلمة محور خدناه في الدرس اللي فات برضو خطه مستقيم طب المحور الاصلي عندي عبارة عن ايه؟ مستقيم هيمر بمركزي تقور العدسة ايه دي المركزين هم؟ مستقيم يمشي يعدي من عليهم هم الاتنين سواء هنا سواء في العدسة المقعرة تلاقيه ماشي من منتصف العدسة كده ومر على المركزين بتواي يبقى هو المستقيم المار بمركزي تقور وجهي العدسة المركز البصري انا دي جديد علي بقى انا ما كانش عندي في المرايا مركز بصري طب كان عندي ايه في المرايا؟ كان عندي قطب كان عندي قطب المرقية انا هنا ما عنديش قطب في العدسة انا عندي مركز بصري للعدسة طب ايه هو المركز البصري للعدسة؟ قال لي نقطة وهمية ايه ده؟ طب ما هو القطب كان نقطة وهمية اه بس هناك كان نقطة وهمية تتوسط السطح العكس للمرئة لكن هنا عندي نقطة وهمية في باطن العدسة موجودة في باطن العدسة تقع على المحور الاصلي في منتصف المسافة بين وجهيها تعالوا نشوفها كده على الرسمة اهي دي رسمة بسيطة العدسة محدبة ادي المركزين هي في النص يعني من الاخر المسافة دي هتبقى قد المسافة دي هتقسم لي المسافة بين المركزين لقطعتين قد بعض نفس الكلام هنا هتلاقي المسافة بين ميم وصاد قد المسافة هنا برضو ما بين ميم وصاد فصاد او اللي هي اللي انا بقول عليها المركز البصري في منتصف المسافة ما بين المركزين الاتنين البقرة الاصلية اي بقرة هي نقطة تجمع سواء معايا مرآة سواء معايا عدسات هي نقطة تجمع أشعة بس على حسب مين اللي هيتجمع لو أشعة منعكسة بقرحة كوكية لو أشعة منكسرة بقرحة كوكية لو تجمعت امتدادات أشعة منعكسة تقديرية امتدادات أشعة منكسرة يبقى برضو تقديرية يعني من الآخر لو الأشعة نفسها لتجمعت تبقى حقيقية لو امتدادات الأشعة اللي تجمعت تبقى تقديرية يبقى أنا عندي البقرة الأصلية هي نقطة تجمع الأشعة الضوئية المنكسرة أو امتداداتها يدي يدي تنشأ من سقوط الأشعة المتوازية والموازية للمحور الأصلي يبقى هو هو نفس تعريف الدرس اللي فات بس غيرت كلمة واحدة إيه هي الكلمة اللي أنا غيرتها؟ قلت بدل ما هقول أشعة منعكسة قلت هنا أشعة منكسرة بس فعشان كده قلنا أول ما بدأنا درس المرايا نذكره كويس نفهمه كويس نتعود عليه وعلى رسمه كويس هنستريح جدا في درس العدسات إيه دي البقرتين ده بالنسبة للعدسة بتاعتي دي عدسة مقعرة الأشعة سقطت هي الأول انكسرت متفرقة والامتداد بتاعها أهو الامتداد أهو هو اللي تجمعه طب هنا لا الأشعة نفسها سقطت وانكسرت هي الأشعة المنكسرة نفسها هي اللي تجمعت يبقى بالنسبة لي دي حقوقية ودي تقديرية دي يمكن استقبالها على حائل ودي لا يمكن استقبالها على حائل البعد البقري البعد البقري هو المسافة بين البقرة الأصلية ومركزها البصري آدي البقرة وآدي المركز البصري يبقى ده البعد البقري ونفس الكلام في العدسة المحدبة وزي ما قلنا في المرآة برضو بقول في العدسة المحدبة النق هيساوي اتنين بعد بقري النق هيساوي اتنين في البعد البقري يعني معنى كده إننا لو هنا أنا عايزة أرسم مثلا رسمة عدسة محضبة بسيطة كده بصوا كده معايا هنحط المركز البصري في النص بالزبط وبعد كده المركز التقور على الجانبين والبقرة هنا في المنتصف من الآخر المسافة ما بين المركزين هقسمها لأربع أجزاء كلها متساوية كلها لازمان ميم بحنا قد به صاد قد صاد به قد به ميم ودي أهم حاجة عندي في الرسمة إنه وإحنا بنرسم أنا ممكن ترسملي العدسات بالبرجل ممكن ترسمها بالمسطرة في عندنا مصطرة بيبقى مرسوم عليها عدسة محدبة وعدسة مكعرة بالبقرة بالمركز بتاعتها ممكن نستخدم دي طب دي مش عندي أو مش متاحة هستخدم برجل طيب أهم حاجة بعد مرسم العدسة لما نيجي نرسم المسافة بين المركزين نرسمها وبالزبط نحط البقرة والصاد والبقرة التانية في المنتصف عشان يبقى أربع أجزاء كلها متساوية تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن